إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عدده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلد فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورفالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وطذتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعاً من الجنة منذلاً وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتقضى حق جيل بعد جيل وبعدها يقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل نصباقاً لقوله سبحانه فمن يعمل متقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل متقال ذرة شراً يرى وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقف الواحد مع نفسه ليحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه فهذا هو توبة ابن الصنة رحمه الله جلس يوماً مع نفسه جلسة صبق وعد سنوات عمره التي مضت فوجد أنه قد قارب الستين وأن أيام عمره زادت على واحد وعشرين ألف يوم فصرخ وقال يا ويله يا ويله ألقى ربي بواحد وعشرين ألف ذنب كيف وفي كل يوم واحد عشرات المعاصي والذنوب فأحببت أن أقف الليلة مع نفسي وأحبابي وإخواني لأذكر بوقفة مع النفس فهذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذا المساء المبارك وكما تعودت حتى لا ينسح بساط الوقت سريعاً من تحت أقدامنا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية أولاً صفات النفس في القرآن الكريم ثانياً محاسبة النفس ثالثاً مشقة الحساب يوم القيامة وأخيراً أفق يا سابحاً في بحار الغمرات فأعرون القلوب والأسماع فما أحوجنا جميعاً إلى هذه الوقفة الصادقة مع النفس وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولاً صفات النفس في القرآن الكريم أحبة الكرام لقد وصف الله تعالى النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات ألا وهي النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء قال تعالى في حق النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فما هي النفس المطمئنة النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينة وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً هي النفس التي اطمأنت إلى أمر الله ونهيه هي النفس التي اطمأنت إلى وعد الله ووعيده هي النفس التي اطمأنت واشتاقت وهي في الدنيا للقاء الله عز وجل قال أحد السلف مساكين والله أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال ذكر الله والأنس به فلا يتذوق المؤمن طعم الأنس ولا حلاوة القرب إلا في طاعة الله جل وعلا ولا تشعر بلذة الطمأنينة ولا بحلاوتها إلا مع الله تبارك وتعالى فالنفس المطمئنة هي النفس الراضية هي النفس الراضية عن الله عز وجل وعن سرعه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ذا قطعنا الإيمان والحديث في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما النفس اللوامة فهي نفس أبية كريمة هي الأخرى قال ميمون بن مهران لا يبلغ المؤمن درجة اكتقى إلا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح فالنفس اللوامة نفس كريمة تلوم صاحبها على الخير والشر معه تلوم صاحبها على الخير لماذا لم تكثر منه لماذا لم تداوم على فعل الخيرات وتلوم صاحبها على الشر والمعاصي لماذا فعلت الشر لماذا ارتكبت المعصية لماذا وقعت في الذن فهي نفس كريمة أقسم الله عز وجل بها في قرآنه فقال سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فالنفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر على الخير لماذا لن يكثر منه وعلى الشر لماذا وقع فيه أما النفس الأمارة أسأل الله أن يعيذني وإياكم من شرها فهي النفس التي تدفع صاحبها دفعا إلى المعصية وتحاول تلك النفس الخبيثة أن تخرج صاحبها من طريق الهداية إلى طريق الغواي ومن طريق الطاعة إلى طريق المعصية ومن طريق الخير إلى طريق الشر لو أتيت الليلة إلى مثل هذا المسجد المبارك لتقضي وقتا مع الله جل وعلا في صلاة القيام الذي قال في حقه المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقفت النفس الأمارة لك بالمرصاد تريد أن تحول بينك وبين هذا الخير والناس صنفان صنف امتصر على نفسه وقهرها وغلبها وفطمها عن المعصية وألجمها بالجام التقوى وجعلها مطية إلى كل خير وطاعة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فذورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من جساها صنف أفلح في تزكية نفسه زكاها بالطاع وزكاها بالبعد عن المعصية بالبعد عن الشهوات والشبهات زكاها عن كل ما يغضب الله عز وجل وصنف قهرته نفسه وغلبته نفسه وجعلته النفس مطية إلى كل هوى وإلى كل شهوة وإلى كل شر وإلى كل معصية وذنب قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لك المعصية والتسويت في آل فينبغي أن يكون المؤمن حذرا من هذه النفس الأمار وأن ينتبه إليها وأن يقف معها لا أقول في كل ليلة بل مع كل كل كلم ومع كل عمل بل قبل القوم ومع كل عمل بل قبل القوم وقبل العمل ومع كل عمل ليحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه في التجارة وإلا لهلك الإنسان من حيث لا يبري ولم ينتبه إلا وهو في عسكر الموتى بين الأموات قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الزاهد العابد العالي يا أبا حازم ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت فقال أبو حازم لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراتكم وأنتم تكرهون أن تنقلوا من العمران إلى الخراط من الذي يحب أن يترك العمران وأن يترك حياة الرفاهية ليذهب إلى الصحراء إلى الخراط إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراتكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراط فقال سليمان يا أبا حازم فما لنا عند الله جل وعلا فقال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله لتعلم أين مكانتك عند الله جل وعلا فقال وأين أجد ذلك فقال أبو حازم في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فقال سليمان فأين رحمة الله يا أبا حازم فقال أبو حازم إن رحمة الله قريب من المحسنين فقال سليمان فكيف القدوم على الله غدا فقال أبو حازم أما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله وأما المسيء فكالآبط يرجع إلى سيده ومولاه فالمؤمن هو الذي يقف مع نفسه ليذكرها بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وهذا هو عصونا الثاني بإيجاز محاسبة النفس والمحاسبة نوعان محاسبة قبل القول والعمل ومحاسبة بعد القول والعمل محاسبة قبل القول والعمل لمن أتكلم؟ لمن أعمل؟ لماذا أحب؟ لماذا أبغب؟ لماذا أوالي؟ لماذا أعادي؟ لماذا أعطي؟ لماذا أمنع؟ لماذا جئت؟ لماذا لم آتك؟ سؤال عن الإخلاص لمن تعمل؟ لمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والله يا إخوة لو وقف أحدنا وحاسب نفسه قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل لتغير حالنا تماما بل لفكر أحدنا بدل المرة ألف مرة قبل أن ينطق مرة لأنه سيسأل نفسه لماذا أتكلم؟ هل أبتغي بقول هذا وجه الله؟ أم أبتغي السمعة؟ أم أبتغي الشهرة؟ أم أبتغي الرياء؟ هل أبتغي بعمل هذا وجه الله؟ أم أبتغي الدنيا والسمعة والشهرة والرياء؟ فحساب للنفس قبل القول والعمل يجعل الإنسان يفكر بدل المرة ألف مرة قبل أن ينطق مرة وقبل أن يعمل مرة والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وإلا ما كان موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله فراء وجماع الدين أصلا الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية يعرف كيف يتوصل إلى المعبود عز وجل إذ أن الطرق كلها مسجودة إلى الله جل وعلا إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذن محاسبة قبل القول وقبل العمل ومحاسبة بعد القول وبعد العمل وحاسب نفسي بعد كل كلمة وبعد كل حركة هل اتغيت بها وجه الله؟ ثم هل كان العمل موافقا لهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن وجد المؤمن نقصا أكمله وإن وجد خللا فده وإن وجد تقصيرا اتهم نفسه بل أنا أؤكد لحضراتكم بأن المؤمن دائما يتهم نفسه بالتقصير ولا يرى لنفسه أبدا فضلا ولا شرقا ولا كرامة فإن أطعت الله فمن الذي وفقك للطاعة وإن صبرت من بعد صلاة العشاء إلى هذا الوقت في بيت رب الأرض والسماء فمن الذي وفقك لهذا؟ غيرك الآن يجلس أمام السلفات وأنت الآن في بيت الله عز وجل بغير حول منك ولا طول بل إن الحول والطول والمدد والقوة من الله عز وجل وحده يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه وهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ينشأ في بيت يهودي على اليهودية وهذا ينشأ في بيت نصراني على النصرانية وهذا ينشأ في بيت مجلسي على المجلسية ونحن نشأنا في بيوت توحد رب البرية فوحدنا الله جل وعلا من غير رغبة منا ولا اختيار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله يا إخوة إن لله عز وجل علينا نعما لا تعد ولا تحصى وإن أجل وأكرم نعمة قد أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان والتوحيد ولله ذر القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا فالمؤمن دوما يحاسب نفسه وأكتهم نفسه بالتقصير والذين يؤثون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضوان الله عليها يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمق قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصل ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل الله منه ولذلك جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين ما تقولين في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فقالت عائشة يا بني أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله وشهد لهم بالجنة وأما المقتصد فقوم ساروا على هده صلى الله عليه وسلم حتى ماتوا على ذلك وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك أم المؤمنين عائشة جعلت نفسها معنا وهي من؟ هي المبرأة من فوق سبع سماوات هي زوج النبي المبشرة بالجنة هي أحب نساء النبي إلى قلبه بعد خديجة كما في الصحيح البخاري حديث عبدالله بن عام يا رسول الله أي الناس يحب إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من؟ قال ثم عمر وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك وها هو سفيان الثوري إمام الدنيا في زمانه في العلم والزهب والحديث والورع ينام على تراش الموت فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين فقال له سفيان أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار أتظن أن مثلي ينجو من النار فالمؤمن دوما يحاسب نفسه بعد القال والعمل ويتهم نفسه دائما بالتقصير فقف أيها الحبيب مع نفسك الليلة وقفة صب وقل لها يا نفسه ليس لي بضاعة إلا العمر فإن ضاعت بضاعتي ضاع رأس مالي تاهني يا نفس أنك قد مدت وطلبت من الله الرجعة وها أنت قد عدت إلى الدنيا فاعملي قبل أن تتمني الرجعة يوما فلا يستجاب لك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك ويكون الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يا نفسه يا نفسه إن كنت تجترئين على معصية الله وأنت تظنين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله جل وعلا وإن كنت تعلمين أن الله يراك وأنت مصرة على معصيته فما أشد جرأتك على الله وما أعظم وقاحتك مع الله عز وجل يا نفسه إلى متى تعصين وعلى الله تجترئين يا نفسه متى ستعيشين بالإسلام ومتى ستعيشين للإسلام يا نفسه متى ستحافظين على قراءة القرآن متى ستحافظين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام متى ستحافظين على تحقيق التوحيد لله متى ستحافظين على بر الوالدين متى ستحافظين على الإحسان للجيران متى ستبدلين المال للفقراء متى ستحسنين العمل متى ستتقنين العمل متى 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 يا نفسه أنا لك في أهل القبور عبرة أما لك إليه النظرة كانوا كثيرا وجمعوا كثيرا فأصبح بنيانهم كبورا وأصبح جمعهم بورا يا نفس ألا تفكرين في الصراط ودقته وقبله ألا تفكرين في القبر وضمته ألا تفكرين في القبر وضمته ألا تفكرين في الصراط وحدته ألا تفكرين في النار والأهوال والأغلال أما تخشين من الحجاب عن النظر إلى وجه الكبير المتعال ويحكي يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل أيها الأخ الحبيب قسمع نفسك الليلة وقفة صدق وحاسبها محاسبة شديدة واعلم بأن النفسك الطفل إن فطنتها عن المعصية إن فطمت وإن ألجمتها بلجام التقوى ألجمت وإن عودتها على الطاعة اعتادك فالنفس كالطفل إن فطنت الطفل عن فج أمه بكى يوما أو يومين ثم اعتاد بعد ذلك كذلك النفس يظن كثير مننا أن إجبار النفس على الطاعة وإبعاد النفس عن المعصية أمر عشير وهو كذلك إلا لمن يسر الله عز وجل عليه ذلك أسأل الله أن يسر لنا ولكم الطاعة فعلا بأن النفس جموش وبأن النفس أمار وبأنه لن يخف الحساب يوم القيامة إلا على من حاسب نفسه في الدنيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية فإنما يخف الحساب يوم القيامة عن من حاسب نفسه في الدنيا وهذا هو عنصرنا الثالث لإيجاز مشقة الحساب يوم القيامة أيها الحبيب هل دعيت يوما لحضور محاكمة محاكمة في قاعة محكمة من محاكم الدنيا انتقل معي على جناح السرعة إلى قاعة محكمة وتصور أنك جالس في هذه القاعة فها هو القاضي يدخل إلى قاعة المحكمة وبين أبيه الحاجب ليصرق في الحضور محكمة انظر إلى وجوه الناس وتفرس انظر إلى الصدور ربما تعلو وتهدخ ويتنتظر أن تسمع الحكم من القضاء بل ربما ترى العيونة وقد انهمرت منها الجموع مدرارا على الوجوه والآذام صغيح والأبصار مسدودة والكل منتظر المتهم في قفص الاتهاب وأهله ينتظرون يا ترى بأي حكم سينطق القاضي في هذه اللحظات تصور هذه اللحظات لتقف على حجم الهول الذي يعيش فيه الناس ولله المثل الأعلى فأرجو أن تمتقل من هذه الجلسة إلى لحظات يقف فيها العبد على بساط العدل بين يدي الله جل وعلا وقدمت الشمس من الرؤوس بمقدار ميل وغرق الناس في عرقهم كل على قدر عمله بل وأطي بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فإذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت فتجدوا كل الأمم على الركب من هول الموقف تذكر وقوفك يوم العرض عريانة مستوحشا قلق الأحشاء حيرانة والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانة اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانبوا بعبد عصى للنار عصانا المشركون غبا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلق سكانا مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوصوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل لكتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المسر على الذنوب دهور وإذا الجحيم تسعرت ميرانها ولها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وصدق ربي إذ يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسا فيذرها قاعا صصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون لجاعي لا عوج له وخشعت الأصوات من الرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوب للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوب للحي القيوم تذكر هذه اللحظات لتقف على مشقة الحساب بين آدي رب الأرض والسماوات ففي الصحيحين من حديث عائشة أما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب قالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك الحساب يا عائشة إنما ذلك العرض فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب والعرض هو أن يعرض الله عز وجل على العرض أعماله كما في الصحيحين من حديث عبي بن حاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين أديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة ويقرره بدنوبه أي يقول الرب سبحانه عبي لقد عملت كذا وكذا أي من المعاصي والذنوب يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول المؤمن رب أعرف رب أعرف فيقول الله عز وجل ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم انظروا إلى فضل الله عز وجل فمن نوقش الحساب يوم القيامة عزه فإن الهول شديد وإن الكرب والله عظيم ولن تخفت مشقة الحساب على العبد يوم القيامة إلا إن حاسب نفسه وشق على نفسه في الحساب في الدنيا قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية فإنما يخف الحساب يوم القيامة عن من حاسب نفسه في الدنيا وأخيرا أفر يا سابحا في بحار الغمرات أيها الله أيها الساهي دع عنك ما قد فات في زمن الصبة واذكر ذنوبك وابكها يا مذنبه لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعبه والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلبه وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهبه الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفسنا فيهما تعد وتحسبه عد إلى الله جل وعلا واعلم بأن الدنيا أخي الحبيب مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر فخذوا من ممركم لمقركم ولا تصبحوا أستاركم عند من يعلم أشراركم قال جل وعلا اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيش فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولله ضر القائل إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخاطوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة فالدنيا مزرعة أيها الأحبة أنا لا أريد أن أقنطك من الدنيا أو أن أيأسك من الحياة كلا أنا لا أريد أن أيأسك من الدنيا أو أن أقنطك من الحياة وإنما أقول لك ما قاله علي رضوان الله عليه لهذا الفهم العالي لحقيقة الدنيا حيث قال الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن تزود منها فالدنيا مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ومهبط رحمة الله ربخوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة فإزرع في هذه الدنيا واستعب وأقبل إلى الله جل وعلا وأفق وانتبه واعلم بأن العمر قصير وبأن الدنيا إلى زوال وبأن الآخرة هي دار القرار أقبل على الله وأنت على يقين بأن الله عز وجل سيفرح بتوبتك وهو الغمي عنك كما ذكرت إخوانكم قبل الآن فالله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنفس لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول المصطفى أخطأ من شدة الفرح أيها الحبيب فرح الله بتوبتك إليه أعظم من طرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ينضي ثلث الليل الأول يتنزل ربنا تنزلا يليق بكماله وجلاله ثم ينادي رب العزة ويقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما إمرأة في السبي تبحث عن ولدها فلما وجدت ألزقته ببطنها فأرضعت فالتفت النبي إلى هذا المشهد الحامي وقال لأصحابه أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لالله أشد فرحا بتوبة عبده لالله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها قال أحد أهل العلم اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعزدنا فأنت علينا قادر اللهم اغفر لنا الذنوب واصطر لنا العيوب وفرّج لنا الكروب وتقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر